لكن شخصه للمواطن الكريم يفهم بعض الملبانات الذين لديهم شعب لإنتاج الياهوت والجبن يحتاجوا الكمية مطلوبة 20-40 في الأسبوع ما يعطوها الهمش يعطوهم 2 طن وكذلك الملبانات هنا في الجزائر العاصمة نعرفوهم واتصلنا بهم وبعض الملبانات الذين لديهم شعب لإنتاج الياهوت والجبن يعطوهم الكمية كما يحبون أنا محتمون مع الملبانات في الجزائر أتكلمت ما قال لي نحن الطلابيات لبنط كومود سقف الزجاج ما كاش نقول لأعطونا 2 طن يعطونا 2 طن 1 طن قال لك أنا عندي خدامين باشي يخلصهم هذه واحدة أما نتكلمه على الشق الموزعين الموزع هذا اللي داي لانساج تشغيل الشاباب وجاب فورغو وجاب فريغو باش يخدم كيروح الملبانة هذيك صاحب الملبانة يعطوله باش ينتج الحليب هو لا هو ينتج كمية قليلة من أكياس الحليب ويحولها إلى إنتاج اللبن أو الرائب هذا يا صاحب هذا الترانسبورتور كي يدي يقولوا يشوف تدي هكذا وتدي هكذا ما تديش هكذا بتخدمش معايا مرغم باش يروح يدي هذك السلعة باش يدي شكرة الحليب ويدي الرائب منها واش يروح ينفط طريقي حتى ما التاجر الباسيط هذه هي سلسلة يعني المصدر يبدأ من ديوان وطني للحليب ديوان وطني للحليب لإرتفاع السعادة وجونية في الخارج ما المشكلة هي ورها المشكلة المشكلة هي وقعت ندرة مضاربة في الأكياس الحليب تعودوا دالوا تحقيقات القوة بالطواطع موجود كين طواطع بين ديوان وطني للحليب وبعض الملبانات اللي خاصة عندهم الشعب في إنتاج البن والأولياء ما فيش تجار يبيعوا للحليب أكثر من 30 دينار ما فيش ما كاش ورام تجار هدو لا أخي ياسر ما كاش التاجر كيف يفتح الحالة بتاعهم عادي الندرة يلقى باللي راهوا طوابير في 200 مواطن يدي طوابير على جيك حليب مدعم كيفش يبيعوا تدين دينار وخاصة الأكياس الحليب على الدولة رام كتبوك 2050 من مقدم اشتركوا في القناة